اشتركوا في القناة في كتابه الكافي الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القصر ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر نعم الحمد لله رب العالمين يقول إمام أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة الجماعلي المقدسي رحمه الله يقول الرابع يعني مما يرخص فيه في السفر السفر الطويل مباح يبيح الفطر للآية هذا تقدم الكلام عليه مسألة السفر الطويل وأن السفر يباح مع الفطر لقول سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وخر أي فأفطر كما تقدم ولا يباح الفطر لغيره ولا يباح الفطر لغيره لما ذكرنا في القصر لأن الأصل وجوب الصوم فلا يجوز الفطر إلا بسبب وهذه هي الأسباب المبيحة للفطر أيضا لا يفطر حتى يسفر لقول الله سبحانه وتعالى قول ما ذكرنا في القصر لقول سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والضرب في الأرض هو السعي والمشي فيها لقول سبحانه وتعالى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فمن كان في البلد فإنه لا يفطر ولو نوى السفر لو أن إنسان نوى السفر عزم عليه وضع أمتعته وركب سيارته لا يفطر ما دام في البلد ذهب إلى المطار لا يفطر إن كان المطار داخل البلد وإن كان المطار خارج البلد فإنه يفطر ما دام أنه عازم على السفر أما من كان يقول أنا سوف أذهب إلى المطار أنت يسسلي السفر سافرت إن وجدت حج سافرت هذا لا يفطر لأنه لا يدري هل يسافر أو لا يسافر إلا إذا كان المطار الذي خرج إليه مسافته مسافة قصر مسافته من بلد مسافة قصر فهو يقصر له القصر وله الفطر لأن مسافة قصر أما إذا كان لا في غواحي البلد أو في أعمال البلد وإن كان خارج البلد لكنه لا يعتبر مسافرا فلا يقصر ولا يفطر حتى يسفر حتى يركب إذا ركب وتبين أنه سوف يسافر يقول ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لو كان مثلا البلد فيه بيوت منفصلة عن البلد لكنها في حكم المتصلة مثل لو كان مثلا حي هذا البلد وهذه المنطقة أحياء هذا حي وبعد حي لكن بين الحي هذا والحي هذا أرض بيضة ليس فيها بناء فلا يقصر إلا إذا كانت هذه الحلة حلة مستقلة مثل قرية أخرى إنسان في قرية وخرج للسفر ومر في طريقه بقرية أخرى قريبة فإنه يقصر بمجرد خروجه لانقطاع هذه القرية عن هذه القرية أما إذا كان عملا واحدا ومدينة واحدة وكانت مثلا متصلة بهذه البيوت أو الاستراحات أو البشاتين المتصلة بها فلا يقصر اختلفوا فيما إذا كان اتصل بها مباني قد هجرت مباني مهجورة في حكم المهجورة فهل يقصر أو لا يقصر كما لو خرج مثلا من البلد ووصل إلى منطقة فيها بيوت متهدمة بيوت مهجورة قيل إنه لا يقصر حتى يجاوزها لأنها متصلة بالبلد لكن إذا كانت يعني في حكم تالفة والمنقطعة والمنفصلة تكون في حكم المحطة المنقطعة عن البلد وليست متصلة بها فالمقصول يترك البيوت وراء ظهره قوله وراء ظهره ظاهره لو كان تركها وراء ظهره ولو بمقدار متر واحد لو كان بينه وبينه هذه البيوت أمتار قليلة يعتبر مسافر لأنه من الضرب في الأرض لكن بشرط أن يكون ما يقصده سفرا ما يقصده سفرا ولهذا اختلفوا في راكب تعاشيف هل يقصر أم لا يقصر تعرفوا راكب تعاشيف راكب تعاشيف هل يقصر أم لا يقصر يقولون لا يقصر راكب تعاشيف ما هو راكب تعاشيف راكب تعاشيف الذي يخرج على غير هدى ما قصد مكان معين إنسان خرج يقول أي مكان يناسب لي أجلس فيه إنسان يبحث عن سيارته فقدهب يبحث عن بعيده ظل منه بعيده يبحث عن مال فقده وخرج من خارج البلد يمشي أين تقصد يقول ما أقصد أنا أبحث مر يمين أو مر شمال ويمشي قطع مئة كيلو مئتي كيلو قالوا لا يقصر لماذا لأنه لم ينوي السفر ومنها علما قال يقصر يقصر الصلاة فالله أعلم في المقصود لا بد من نية السفر لكن إذا كان هذا حين خروجه نوى الخروج ولو كانت المسافة بعيدة وكانت المسافة بعيدة فالأظهر أنه يقصر الصلاة وكذلك يجوز القصر لمن يتبع الشخص إنسان خرج هو أهله مثلا خرجه أهله أو إنسان خرج ومعه حشمه وخدمه لا يدرون أين يخرج ما يدرون وهو خرج مسافر فيقصرون تبعا له والمرء مع رحله فإذا جعل البيوت وراء بهله فإنه يقصر كما ذكر رحمه نعم قال رحمه الله وللمسافر أن يصوم ويفطر لما روى حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق عليه والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر نعم وللمسافر أن يصوم ويفطر وهذا محل اتفاق من حيث الجملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام صاموا وأفطر وثبت من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس وغيرهما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن من به جدة على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جدة على الصوم فأفطر فحسن وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة وهو قول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وإسحاق بن راهوية رحمه الله وكذلك اختاره أبو بكر بن المنذر رحمه الله اختاروا أن أفضلهما أيسرهما هو مخير لكن ما هو الأفضل هل الأفضل الفطر أو الأفضل الصوم الأفضل الأيسر لأن الشريعة جاءت باليسر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفضر فأفضل الأمرين هو الأيسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عليه الصلاة والسلام إنما ابعتم ميسرين ولم تبعث معسرين والصحيحين أنه قال لمعاذ وابي موسى رضي الله عنهما يسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف فهي شريعة اليسر فمتى كان اليسر في الصوم كان أفضل ومتى كان اليسر في الفطر كان أفضل وكذا هو في الجمع إذا كان الجمع أيسر فهو أفضل فأفضل فالأفضل من الجمع وعدم الجمع هو الأيسر وهو الذي دلت عليه سنته عليه الصلاة والسلام وهذا يبين أن الجمع والفطر في الصوم ليس سنة راتبة بل سنة عارضة بخلاف القصر فإنه سنة راتبة ما يقال في القصر أفضلهما أسرهما لا الأفضل القصر بل ذهب بعضها العلم كالأحناف إلى أن القصر واجب وإن كان الصحيح أنه ليس بواجب لكنه متأكد جدا أما الفطر في الصوم الفطر أو الصوم في السفر فهذا يختلف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفطر وسبق أن القصر معلق بالعلة وأن الفطر والقصر معلق بالحكمة هذا من عظمة هذه الشريعة ولهذا قد يسافر إثنان يكون الأفضل في حق أحدهما الفطر والأفضل في حق الآخر الصوم الصوم وإذا أفطر العبد كتب له أجره يعني لا يفوت أجرك كأنك صائم من أفطر كأنه صائم يكتب له أجر الفطر وأجر الصوم ومن كان الصوم في حقه أفضل يكتب له أجر صومه سفرا وأجر صومه حضرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ملض العبد ويسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيف مقيم ظاهر هذا أن العبد يكتب له ما كان يعمله في حال سفره ما كان يعمله في حال إقامته هو في حال إقامته يصل رحمه هو في حال إقامته يصلح بين الناس يدعو إلى الله يبذل السلام يصن إخوانه يعمل أعمال خير كثيرة تكتب له في سفره لا ينقص منه شيء كأنه يعمل لماذا لأن نيته عاملة والعبد معلق ما يؤجر به بنيته ولذا حين يدل الإنسان على خير فله مثل أجل فاعله مجرد الدلالة مجرد الدلالة كأنك تعمل كأنك تصلي الجماعة يعني حين تصلي الجماعة غير صلاتك للجماعة لكن إذا دللت إنسان على وجوب صلاة الجماعة دللت إنسان على أمر من الأمور التي هو مفرط فيها فإذا دللته عليه يكتب لك الأجر الذي يعمله أجره تام وأجرك تام من دل على خير فله مثل أجر فاعله عودا على بدا كما تقدم أن الأفضل منهم الأيسر قوله لما رأى حمزة بن عمر الأسلام رضي الله عنه فيه تجوج منه رحمه الله الحديث روته عائشة رضي الله عنها في قصة حمزة بن عمر الأسلام هو رواه حمزة لكن ليس في الصحيحين وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلام يسافر كثيرا ويصوم ويسرد الصوم يسرد الصوم رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله وسلم وقال إني أسرد الصوم أصوم في السفر قال إن شئت فأصوم وإن شئت فأخطر إذن مادام وكله إلى المشيئة لابد أن يكون صومك لا يقعدك عن عمل الخير فإن ضعفت عن عمل من عمل خير الذي تعمله فأخطر لا تصوم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحين ذهب المفطرون اليوم بالأجر لماذا؟ لأن الصائمين ضعفوا عن العمل والمفطرون بنوا البيوت وملأوا القرب بالماء وجعلوا يصنعون لإخوانهم الصوام ساقطوا وضعفوا اجساهدوا رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصائمين على أنه قد يكون البر في الفطر ليس في الصوم ولهذا ذكر رحمه الله الحديث بعده ليس من البر الصوم في السفر يعني الصوم في السفر قد يكون برا وقد لا يكون ليس كله ليس كل البر فقد يكون البر في الفطر فالحديث حمجة متفق عليه ورواه النساء رواه النساء عن حمجة رضي الله عنه بإسناد صحيح قال والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر الصوم في السفر متفق عليه ولأنه من رخها السفر متفق عليه فكان أفضل كالقصر هذا هو المذهب والقول الثاني للشافعي أن الصوم أفضل والقول الثالث أن أفضلهما أيسرهما وهذا هو الصواب كما تقدم والمشألة فيها بحوث كثيرة لها العلم وكلام كثير فيما يتعلق بأحكام الفطر والصوم في السفر لكن هو عليه الصلاة والسلام صام وأفضر ثبت في الصيحين أنه رأى رجلا قد ظلل عليه ظلل عليه قال ما شأنه يقول النبي عليه الصام قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر والنبي صام لكن ينبغي هذا الحديث يقول كثير منها العلم كمن دقيق عيد وغيره وهم متفقون على هذا الحديث لم يأتي أن النبي قاله ابتداء ما قال ابتداء ليس من البر الصوم في السفر إنما قاله على سبب ولهذا يقولون السباق واللحاق له أثر في التقييد والتخصص ما يقترم بالنص من دلائل ومعاني فإنها تقيد وتخصص فالنبي سأل الصحابة قالوا صائم يعني أنهم مفطرون كثير منهم مفطر وفي قصة أخرى في صحيح مسلم أولئك العصات لما صاموا فالصوم يختلف هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ما شأنه قال ما شأنه قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر يعني إذا كان الصوم يؤول إلى مثل هذه الحال فليس برا فالبر قد يكون ماذا في الفطر وتقدم بقوله عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر وذهبت الصائحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا في يوم صائف وإن أحدنا ليضعوا يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله من رواحة كلهم أفضل إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله من رواحة وهذا يبين أنه كان الأفضل في حقهم كان الفطر والصوم يكون أفضل في حالات أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصائحين من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وفي حالة أمامة جعل بينه وبين النار خندقا مسافة مئة عام أو كما قال عليه الصلاة والسلام في سبيل الله قال كثير من شرح في طاعة الله والصواب أن في سبيل الله في الجهاد هذا هو الصحيح في قوله في سبيل الله الأصل أن سبيل الله حين يطلق يراد به الجهاد لكن حين تقول في سبيل الله في طاعة الله لا بد من دليل ولهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم في سبيل الله يعني في الجهاد ومع ذلك يقوله عليه الصلاة والسلام بععد الله وجهه عن النار سبعين خريفا هو مجاهد يسبب يقاتل الأعداء وهو صائم هل الصوم أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام من كونه يكون مفتنا لكن متى يكون إذا كان لا ينكل عن الجهاد لا يضعه إلى لاقع يعني يجاهد في سبيل الله وأدى عبادات أخر جمعها إلى هذه العبادة العظيمة فهو بهذه المنزلة العظيمة لكن لو ترتب على صومي ضعف عن الجهاد كان الفطر متأكد بل كان واجبا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم والفطر أقوى لكم لكن إذا أمكن الجمع بين العبادات بلا ضعف فكما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما لما قال له في الصوم وقال إني أقوى على أكثر من ذلك لما قال صوم يوما وأفطر يوما قال إني أقوى على أكثر من ذلك قال لا أفضل من ذلك وقال صوم صوم داوود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وانظر إلى الشرق وكان لا يفر إذا لاقى هذا الشر كان لا يفر إذا لاقى فلهذا كان أظهر الله وعلم أنه يكون أكمل وأفضل حين يكون أيسر وإن ضعف فإن الفطر يكون في حقه أفضل كما قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن من به جلة على الصوم فصام حسن ومن لم يكن به جل على الصوم فأفطر فحسن أسألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ونصالح آمين مني وكرم صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر